قانون التجنيد الإلزامي في العراق أصبح محل شد وجذب بين المؤيدين والرافضين له بعد أن ألغاه الاحتلال الأمريكي للعراق قبل أكثر من عشرين عاما وسط خوفات من أن يفتح تطبيق هذا القانون أبوابا جديدة للفساد على الرغم من أن مجلس النواب في العراق قرر في جلسته الأخيرة تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الجلسة المقبلة إلا أن ثمة مؤشرات تنذر من تأثيرات سلبية في حال تنفيذ هذا القانون تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيفرض تكلفة مالية كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي في بناء معسكرات ودوائر تجنيد وشراء تجهيزات وعقود طعام فضلا عن رواتب المجندين بحسب القاضي رحيم العجيلي رئيس هيئة النزاهة السادق الذي أكد أن العراق حاليا ليس بحاجة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية أكاديميون وإعلاميون أبدوا مخاوفهم من أن تكون خدمة العالم أشبه بدورة تدريب لضم الشباب للميليشيات المسلحة الأحزاب التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة بسطت سلطتها لتشكيل نفوذ داخل المؤسسة العسكرية ما تسبب ببناء مؤسسة تدين بالولاء الحزبي للوطني الأمر الذي أثر سلبا على قدرة المؤسسة ومنح الميليشيات فرصة نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش فيما تساءل ناشطون عن سبب عسكرة المجتمع بينما العراق بأمس الحاجة إلى الإعمار وبناء المصانع ومحاربة البطالة وتحسين مستوى التعليم فضلا عن ملفات الفساد التي تنوء بها المؤسسة العسكرية من آلاف الفضائيين وصفقات الأسلحة الوهنية والفاسدة ما هيك عن انتشار الرشوة والمحسوبية وانتشار المخدرات فأي عقيدة عسكرية وأي حب للوطن سيزرعه هؤلاء القادة الهاربون أصلا من الخدمة العسكرية قبل عام 2003 ويدينون بالولاء لإيران فماذا سيغرسون في نفوس الشباب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر